تسمع الهلالي وحالي وفقري وفاقتي الحياة إما للإنسان وإما لي تمر ساعاتها والحظاتها وأيامها وأعوامها تمر على الإنسان فتقوده إلى المحبة والرضوان حتى يكون من أهل الفوز والجنان أو تمر عليه فتقوده إلى الميران وإلى غضب الواحد الزيان الحياة إما أن تبشكك ساعة لتبكيك دهره وإما أن تبكيك ساعة لتبحكك دهره الحياة إما نعمة للإنسان أو نقمة علي هذه الحياة التي عاشها الأولون وعاشها الآباء والأجداد وعاشها السابقون وصاروا إلى الله عز وجل لنا كانوا يفعلون الحياة معناها كل لحظة تعيشها وكل ساعة تقضيها ونحن في هذه اللحظة نعيش حياة إما لنا وإما علينا الرجل الموفق السعيد من نظر في هذه الحياة وعرف حقها وقدرها فهي والله حياة طالما أبكت أناسا فما جفت دموعهم وطالما أضحكت أناسا فما ردت عليهم وحكاتهم ولا سرورهم الحياة أحبتي في الله جعلها الله ابتلاء واختبارا وامتحانا تظهر فيه حقائق العباد فائد برحلة الله تعيش ومحروم من رضوان الله شقي طريب كل ساعة تعيشها إما أن يكون الله راض عنك في هذه الساعة التي عشتها وإما والعكس والعياذ الثلاث فإما أن تقربك من الله وإما أن تبعدك من الله وقد تعيش لحظة واحدة من لحظات حب الله وطاعة الله تغفر بها سيئات الحياة وتغفر بها ذنوب العمر وقد تعيش لحظة واحدة تتنكب فيها عن صراط الله وتبتعد فيها عن صاعة الله تكون سببا في شقاء الإنسان حياته وإنها وصل الله على السلامة والحافظة فهذه الحياة فيها داعيان على التفريط في جنب ربه يبدل الله بذلك البكاء سيئة في حسناك وكم من هناس أذنبوا وكم من هناس أساءوا وكم من هناس ابتعدوا وطالما اغتربوا عن ربهم فكانوا بعيدين عن رحمة الله غريبين عن رضوان الله وجاءتهم تلك الساعة واللحظة وهي التي نعنيها بالحياة الطيبة لكي تراق منهم دمعة الندم ولكي يلتهب في القلب داعي الألم فيحس الإنسان أنه قد طالت عن الله ضربته وقد طالت عن الله غيبته لكي يقول إني ثائب إلى الله منيب إلى رحمته وردوانه وهذه الساعة هي الساعة التي هي مفتاح السعادة للإنسان ساعة الندم وكما يقول العلماء إن الإنسان قد يغنب ذنوبا كثيرا ولكن إذا صدق ندمه وصدقت توبته قد لله سيئة به حسناك وأصبحت حياته طيبة بطيب ذلك الندم وبصدق ما يجده في نفسه من الشجع والألم ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحيي في قلوبنا هذا الداعي إلى رحمته وهذا الألم الذي نحسه من التفريط في جنبه أحبتي بالله كل واحد منا نريده أن يسأل سؤالا أن يسأل نفسه عن الليل والنهار كم يسهر من الليالي وكم يقضي من الساعات كم ضحك في هذه الحياة وهل هذه الضحكة ترضي الله عز وجل عنه وكم تمتع في هذه الحياة وهل هذه المتعة ترضي الله عز وجل عنه وكم سهر وعلى هذا السابق يرضي الله عنه وكم وكم سؤالا يسأل فيه نفسه وقد يبادر الإنسان لماذا أسأل هذا السؤال نعم يسأل هذا السؤال لأنه ما من طرفة عيني ولا لحظة أن تعيشها إلا وعنك تتقدب في نعمة الله ومن الحياة مع الله والخجل مع الله أن يستشعر الإنسان أظيم نعمة الله عليه من الحياة والخجل أن نحس أننا نبعا بعام الله وأننا نستقي من شراب خلقه الله وأننا نستضل بسقفه وأننا نمشي على فراشه وأننا نتقلب في رحمته فما الذي نقدمه في جمه يسأل الإنسان نسه يقول الأطباء إن في قلب الإنسان مادة لو زادت واحد في المئة أو نقصت واحد في المئة مات في نعمة فأي نطف وأي رحمة وأي عطف وأي حمال من الله يتقلب فيه الإنسان يسأل الإنسان نسه الرحمة الله فقط إذا أصبح الإنسان وسمعه معه وبصره معه وقوته معه فمن الذي حذب له سمه ومن الذي حذب له بصر ومن الذي حذب له عقل ومن الذي حذب له روحا يسأل نسه من الذي حذب هذه الأشياء من الذي ينتع بالصحة والعافية فالناس المرضى على الأسخرة الغيضاء يتأوهون ويتألمون والله يتحذب إلينا بهذه النعم يتحذب إلينا بالصحة بالعافية بالأمن بالسلام كل ذلك سقط لكي نحيش هذه الحياة الضيئة والله تعالى يريد من حده أمرين الأمر الأول سعر فرائض والأمر الثاني ترك نواهيه وزواجه ومن قال إن القرب من الله عز وجل فيه الحياة الأليمة أو فيه الضيق فقد أخطأ الظن بالله والله إذا ما طابت الحياة فالقرب من الله فلن تطيب بشيء سوى وإذا ما طابت بسعر فرائض الله وترك محارم الله فوالله لا تطيب بشيء سوى ويترب الإنسان متع الحياة كله فإنه والله لم يجد أطيب من متعة العبودية لله بسعر فرائض الناس وترك محارم الله أنت مأمور بأمرين إما أن يأتيك العمر يسعل أو لا تفعل إذا جئت تفعل أي شيء في هذه الحياة تسأل نفسك هل الله عز وجل أذن لك ببعن هذا الشيء أو لم يأتبه أي شيء يأتبه فالأجساد ملك لله والقلوب ملك لله والأرواح ملك لله ينبغي بالإنسان إذا أراد أن يتقدم أو يتأخر يسأل نفسك هل الله راض عنه إذا تقدم فليتقدم أو إلا غير راض عنه فليتأخر فوالله ما تأخر إنسان ولا تقدم وهو يرجو رحمة الله الله ولذلك السعادة الحقيقية والحياة الصيفة لكل قرب من أمره القرب من ملك الملوك وجبار الصماوات والأرض الأمر أمره والخلق خلقه والتدبير تدبيره ولذلك تجد الإنسان دائما في قلق وفي تعب تجد الشخص يتمتع بكل الشعوات ولكن والله تجد ألد الناس في الشعوات أكثرهم آلاما نفسيا وأكثرهم قلقا نفسيا وأكثرهم ضجوا بالحياة ونحب 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 أن أغنى الناس تجده أجهب الناس في الحياة ودعا لذة الحياة في القرب منه ودعا لنسى الحياة في الأنس به سبحانه والصلاة الواحدة والصلاة الواحدة يحلها الإنسان من فرائب الله بمجرد ما ينتهي من ركوعه وسجوده وعبوديته لربه بمجرد ما يخرج من نسجده يحس جراحة نفسية والله لو فدى لها أموال الدنيا من صفاء إليها سبيل الحياة صيبة في القرب من الله الحياة الحديئة في القرب من الله إذا كان ما طابت الحياة بالقرب من الله سجد من تطيب